اخيراً سيرى مشروع قانون الصحة الجديد النور بعرضه للمناقشة يوم الأحد استحداث نظام الخارطة الصحية ضبط عملية زرع الأعضاء والإجهاض وتكريس دور الطبيب المرجعي من بين أهم النقاط التي سيأتي بها المشروع لتثمين المنظومة الصحية لتدخلوا في إصلاحات عميقة إصلاحات جدرية لازم يتغير الإطار القانوني وهذا بالفعل اللي راح يجيبه من جديد وش راح يجيب جديد هذا القانون فيما يخص هذا يعطي النظر في كل خارطة وكيفية ربط المؤسسات الاستشفائية ببعضها البعض واجعلها تعمل في سياح واحد وش راح يجيبه لنخلقوا ديريزو دي بريزان شارج دي مالات لأن المريض لا يبقى يحوص وين يذهب وكيفية راح المريض يجب أن يدخل من النقطة ويوصل لنقطة واحدة أخرى وهو في التواصل لكي يفعله في الوقت الذي ينتظر مختلف الفاعلين في قطاع الصحة تفعيل النقاش للأخذ بالاقتراحات المقدمة تثمن مشروع قانون الصحة بإدراج 14 مادة جديدة وإلغاء 35 أخرى في الواقع بصفة عامة القانون المقبل هذا قانون إيجابي بصفة عامة يعني يخلف قانون 1985 في إيجابيات ونأمل في السيانس بانيار بمعنى عندما جوز أرمان من مجلس الشعب الوطني يكون النقاش بنسبة الاقتراحات منها ومدرهم أجمع آخرين بعد سنتان من عرض مشروع قانون الصحة على مجلس الوزراء تتجسد اليوم ضرورة تطبيق القانون الجديد لإصلاح المنظومة الصحية خاصة وسط الاضطرابات التي يعيشها القطاع خلال الأشهر الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر